نحن الشريعة أخبرتنا أن هذه الدنيا دار مرور دار عبور وليس الدار مقر لم نخلق لهذه الدنيا نحن مخلوقون للحياة الآخرة هناك مطلوب أن نعمر هذه الدنيا بس لأجل أن نستخدمها لهناك لذلك خير إن شاء الله أنا سأسعى لهذه الدنيا بحلالها ما بسمح لأي حدا يسول لي الحرام مشان ركز دنياي فأخسر الحياة الآخرة المنطق بيقول لي مو صح أنت عم تضيع الأهم مشان ما تراه مهما الإسلام ما دعانا إلى ترك الدنيا بس إذا بدأ تجي الدنيا من حرام لا أضعها تحت حذائي هنين ستين سبعين سنة سألوا جماعة السبعين والله يا أيها الإخوة زرت مزارع تضيع في داخلها شغلة فوق الوصف فوق الوصف مكلفة من الأموال خير الله الدفعات الشهرية تبعها خالص المزارع موجودة بس فيها نواطير وفيها مي وفيها الكازون وفيها السماد وفيها المبعرف إيش بالملايين بتكلف شهريا بيقل لي صاحبها قال لي شايف يا أستاذ والله هالمرة والولاد ما عم يرضوا يطلعوا على هالمزرعة وأنا شو بدي أطلع على حالي يعني له والله بالسنة كلها يا أب مر مرة يا أب ما بمر ما عم يرضوا يطلعوا معي شو بدي أعود أعمل أنا فيها بس أنت كثير اشتغلت أنت فتحت معامل ومصانع وشركات وعيادات ومكاتب وسفر وحضر وشان يعني نجيب فالقصة هو نفسه عرف حقيقتها ما لقيمة الشريعة لا تمنعني أنه أنا سايق مزارع وفلال وبيوت وسيارات وعمارات ومناصب لا تمنعني بس تطلب إلي أن أستخدم كل هذا في خدمة الدين شو علي أن هذه المزرعة تفتح لدورات القرآن بقى خير إن شاء الله تفتح يا دورات القرآن أنتم ما بتطلعوا رحلات تطالعوا لي هالأولاد اللي عندي على هالمزرعة في بعض أخوة يضيزيهم الخير هكذا يفعلون خلي يستفيد من مول الدنيا للآخرة لله تعالى ولما الله بيعطيك نعمة عظمات حقوق الخلق عندك وهذا يعرفه حتى أصحاب المال بيعرفوا بصير مسؤولياتهم أكثر عن الخلق ويروح يشوف هذا عنده مشكلة وهذا عنده مستشفى وهذا عنده زواج وهذا عنده مريض وهذا عنده طالب وهذا عنده سفر وهذا عنده حضر وتجد الصالحين الحمد لله بيقول لك الحمد لله شو علي بيشتغل فالليني أشتغل أخدم هالعباد والله أحد الأخوة ممكن أربعين سنة والحمد لله الله فاتح عليه قال لي أستاذ أنا والله صرت يقينا متأقن بأنني موجود لأخدم العباد أنا هلأ يعني شو بأيان بحياتي بس دي أخدم العباد فهم هذا فهم الحقيقة والله برابو عليه هلأ نعمة بالمال الصالح للرجل الصالح نعمة بالمنصب الصالح للرجل الصالح نعمة بالجاه الصالح للرجل الصالح نعمة بالقوة الصالحة للرجل الصالح ويلي بفهم غير هيك ففهم أنه بس أنا بدي شوفوني قديش قوي وقديش حدو وقديش معي مصاري وقديش مضحك عني